بعد أن انتهينا في الوحدة السابقة من دراسة مقييس التشتت نقوم في هذه الوحدة بدراسة مقييس الالتواء والتفرطح ونبدأ بمقييس الالتواء يقصد بالالتواء عدم تماثل منحنة توزيع التكراري حول نقطة المركز أي حول المتوسط ميو فيكون منحنة توزيع التكراري متماثلا حول نقطة المركز أي حول المتوسط وذلك إذا أسقطنا عمود من قمة المنحنة التكراري وقسمه إلى قسمين متطابقين أما عكس ذلك فيكون التوزيع غير متماسل أي ملتوي إما إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار والمنحنة التكراري لأي توزيع يأخذ أحد الأشكال التالية إما أن يكون متماسلا والمنحنة المتماثل هو الذي إذا قسمناه إلى نصفين انطبق هذان النصفين على بعضهم البعض تماما والشكل التالي يوضح ذلك هذا الشكل يوضح أشكال مختلفة لتوزيعات أو لمنحنيات متماثلة حيث في المنحنة المتماثل يكون الوسط الحسابي مساوي للوسيط مساوي للمنوال أما إذا كانت التكرارات تتركز عند أصغر القيم يصبح المنحنة ملتويا التواء موجب جهة اليمين كما يظهر في الشكل التالي هذا الشكل يوضح منحنة توزيع ملتويا التواء موجب جهة اليمين وفي هذه الحالة يكون الوسط الحسابي أكبر من الوسيط أكبر من المنوال أما في حالة تركز التكرارات عند أكبر القيم فيكون المنحنة في تلك الحالة ملتويا التواء سالب جهة اليسار ويظهر ذلك في الشكل التالي هذا الشكل يوضح منحنة توزيع ملتويا التواء سالب جهة اليسار في هذه الحالة يكون الوسط الحسابي أصغر من الوسيط أصغر من المنوال قياس الالتواء يمكن قياس الالتواء بمعامل الالتواء والذي يفيدون في الحكم على مدى تماثل أو التواء التوزيع وتتعدد مقاييس الالتواء إلى أن من أهمها معامل التواء بيرسون الذي يمكن حسابه بالمعادلتين التاليتين معامل التواء بيرسون يأخذ في الاعتبار العلاقة بين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال وذلك في حالة ما إذا كان التوزيع قريب من التماثل وليس شديد الالتواء وذي العلاقة هي المنوال يساوي الوسط الحسابي ناقص 3 في الوسط الحسابي ناقص الوسيط أما معامل التواء بيرسون يمكن حسابه بالمعادلة SK معامل التواء يساوي X bar الوسط الحسابي ناقص مود المنوال على S الانحراف المعياري أي أن هذا المعامل يعتمد في حسابه على الوسط الحسابي والمنوال والانحراف المعياري كما يمكن حساب معامل التواء بيرسون بالمعادلة معامل التواء SK يساوي 3 في الوسط الحسابي ناقص الوسيط على الانحراف المعياري أي أن هذا المعامل يعتمد في حسابه على الوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري ويعاب على معامل التواء بيرسون بالصيغتين السابقتين رقم واحد أنه لا يمكن حسابه من الجداول التكرارية المفتوحة من أحد الطرفين أو من كلاهما لأن كلا الصيغتين تعتمد في حسابها على الوسط الحسابي كما لا يمكن حسابه في حالة المنحنيات شديدة التواء وفي هذه الحالة يفضل استخدام معامل التواء بولي ثانياً معامل التواء بولي يمكن حساب معامل التواء بولي بالمعادلة التالية SKB معامل التواء يساوي Q3 الربيع الثالث ناقص M الوسيط خطأ SKB معامل التواء بيساوي Q3 الربيع الثالث زائد Q1 الربيع الأول على Q3 الربيع الثالث ناقص الربيع الأول أي أن هذا المعامل يعتمد في حسابه على الربيع الأول والوسيط والربيع الثالث بعد حساب معامل التواء يمكن معرفة تماثل أو التواء التوزيع كمالي إذا كان الوسط الحسابي يساوي الوسيط يساوي المنوال كانت قيمة معامل التواء تساوي صفر ويدل لذلك على أن منحنة التوزيع متماثل أما إذا كان الوسط الحسابي أكبر من الوسيط أكبر من الوال كانت قيمة معامل التواء تساوي موجب ويدل لذلك على أن منحنة التوزيع التكراري ملتوي التواء موجب جاتي اليمين أما إذا كان الوسط الحسابي أصغر من الوسيط أصغر من المنوال كانت قيمة معامل التواء سالبة ويدل لذلك على أن منحنة التوزيع التكراري ملتوي التواء سالبة جاتي اليسار والشكل التالي يوضح ذلك معامل التواء إذا كانت قيمة الساوي صفر توزيع متماسل معامل التواء إذا كانت قيمة موجبة توزيع ملتوي التواء موجب جاتي اليمين معامل التواء إذا كان يساوي سالب فإن التوزيع يكون ملتوي التواء سالب جاتي اليسار موسيقى